اشتركوا في القناة طيب هذه الشرائح أظن ظهرت الآن الآن الصورة واضحة نعم أستاذتي الكريمة الصورة واضحة لو أردت أن تفعلي تكبير العرض ممكن إن شاء الله المهم أن الصوت واضح الحمد لله الصورة واضحة والحمد لله طيب الحمد لله إن شاء الله يستمر بهذا الشكل هذه التي ذكرناها الصور هذه التي كنت أريد أن أشاركها الصفات التي نبحث عنها في الصديق هذه الصورة مثلا هذه الصورة على ماذا تدل هذه الصورة الصديقنا ماذا يفعل مع صديقه في هذه الصورة يدعو الصديق إلى الأعلى من يتحدث؟ عمران أحمد من الهند نعم أنا أنقلت يعني صديق في هذه الصورة يأخذ صديقه إلى الأعلى يأخذ بيد صديقه إلى الأعلى نعم بارك الله فيكم صحيح الصديق من صفاته أنه يرفع صديقه ويأخذ بيده إلى معالي الأمور ولا يتركه في مكانه يعني يرفعه إلى درجته هو يحاول أن يكون مساعداً له نعم بارك الله فيكم هذه الصورة هنا كانت فيها في مسجد هنا وأصدقاء أيضاً تدل على على التعاون على التعاون على الطاعة يعني الصديق يعاون على التعاون يعني على الطاعة يعاون على التقوى على التقوى والبر يعني نعم نعم أحسنتم بارك الله فيكم يأخذ بيده إلى الخير ومن هذه الأمور أنه يدله على الطاعة ومنها يأخذه إلى الصلاة مثلاً إذا ذهب ويكون على اتصال به دائماً في هذا العام طيب هذه الصورة نعم هذه الصورة شخص أو صديق ليست واضحة أو الصديق يرفع يده ويشير إلى صديقه بعدم فعل شيء يعني هو يمكن أن نقول أنه ينهاه عن أمر يفعله ليس جيداً يعني ينهاه عن منكر أو ينهاه عن أن يؤنبه نعم صحيح يؤنبه صاحبه إذا أخطأ ولا يتركه في خطأ يحاول أن يصلح من شأنه نعم أيضاً هذه الصورة هذه الصورة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما أن خير جليس في الزمان كتابه فإن خير جليس للصديق هو صديقه ويظهرنا في هذه الصورة أن الصديق ينصت إلى صديقه وهو يعبر ويرفع يده يرفع يده هذا دليل على أنه يعبر والصديق ينصت وينصت كما يظهر عليه أنه مهتم نعم هناك فرصة للحوار يعطيه وقتاً يعطيه من وقته في الحوار والمناقشة يعني يسمح له بوقت يحاوره فيه ويناقشه ويسامره يعني ويتبادل معه الحديث مع أطراف الحديث مبارك الله وفيتم أيضاً هنا هذه الصورة يعني زهرة أو هدية أو أي شيء يدخل به السرور على صاحبه المفروض يعني أن يكون الصاحب من الذين يدخلين يدخلون السرور على أصحابهم ويحاول أن نعم الأصدقاء الأصدقاء بعدهم يقدمون الهدايا إلى البعث يعني كصفات هذه لا نقبلها في الصبيق صفات لا نقبلها في الصبيق من هذه الصور تدل عليها هذه الصورة هذه الصورة فيها كأنه يحرك صاحب يحرك صاحبه كأنه دميا في يده يعني ليس نعم كأنه ختم في أسمعه أو كأنه يستعمله أو يتم يعني استغلاله بيديه يسيطر عليه نعم أحسن مبارك الله فيك وهذه الصورة على ماذا تدل واضحة طبعا أن هذا هذه صورة الشيطان يعني أنه يوسوس له بأمور ليست زيدة وخارج عن الدين أو خارج عن الأدب والأخلاق فهذه من الصفات التي أو الأصدقاء الذين ينبغي أن نكتعد عنهم الذين يوسوسون للصديق بأمور نعم هذا صديق من جعل مثل هذا صديق فهو يقول يوم القيامة يا ليتني لم أتخذه خليلة نعم لم أتخذه خليلة نعم طيب هناك أيضا هذه الصورة هذه الصورة التي فيها الصديق يحمل مالا ويتبعه الآخر بسبب يعني يحبه أو يصادقه بسبب ما معه من مال وهذا يعد استغلالا نعم استغلالا ماديا وهذه من الصفات التي ينبغي نترك الأصدقاء لها لأنهم يعني فعلا هم يحلصون على مصالح ويصادقون للمصلحة أو للمنفع المادية نعم طيب هذه الصورة نعم طيب استاذة سارة تفضلي بدل الكتابة يمكن أن المقصود هو الكلام يعني عليكم السلام نعم هناك أصدقاء يدفعون أصدقائهم للوقوع في الهوية وفي شر أعمالهم كما يقولون مدعين بذلك النصح والتقديم العاون ولكن قد يكتشف الصديق الآخر ذلك بعد فواك الأوان هو يعني صداقته تدفع به إلى الهوية نعم صحيح ليس مفيدا ولكنه من الأصدقاء الذين يهدمون أصحابهم وهذا أيضا هذه صفة ينبغي أن نتجنبها في الصديق أو نتركه إذا وجدناها فيه وهذه أيضا الصورة معه النفاق يخفي خلف ظهره سكينا لذلك تكن الصورة واضحة يظهر غير ما يبطن هو منافق نعم ويظهر غير ما يبطن هذا منافق يعني أضيق ومنافق يخفي نعم لذلك نعم ويض يرأش مع المرسل وكلا هؤلاء هناك أيضا ما لاحظت في هذه الصورة أن كلا هما متشابه ولكن أغرضهم متالكة في الصورة التي يحمي فيها أحد الأشخاص سكين خلف ظهره نعم يبدو أن هناك الشخصين متشابهين وهذا ما نجده كثيرا فنرى شخصين نجد أن هتوأى مروح كما يقولون ولكن نيادهم مختلفة يعني هي ليست المقصود أنهم متشابهين هم مقصود أنه صديق يرفع يده الفتحية وفي نفس الوقت يحمل سلاحا يغدر به يعني يمكن أن يستغله في الغدر بصديقه في في نفس الوقت الذي يده فيه الهد الأخير لأخير ويأخذ أنه يجامله في أفراحه وأحزانه وينصحه ويأخذ على يده إذا أبطأ كل هذه ذكرناها حقوق الصديق على صديقه هل الصوت متقطع؟ هل ما زال الصوت متقطعا؟ الآن واضح؟ واضح خير سننتقل إلى الصداقات الافتراضية والتي هي سمة العصر الذي نعيش فيه الصداقات الافتراضية على شركات التواصل ما رأيكم في الصداقات الافتراضية على شركات التواصل؟ السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته عليكم السلام وبركاته الصداقات الافتراضية على شركات التواصل مع أشخاص مثلا صحاب العلم والثقافة والأدم ومع صديقة حقيقية يعني أنا تجربة خمتها في الافتراضية يعني معد أشخاص الحمد يعني أدم واحترام وأشراق وهناك أشخاص وهناك أشخاص ما يهمون الصداقات حتى وإن كنوا حقيون حتى وإن كنوا حقيين نتهمون الصداقات يعني مجدت الصداقات يعني مجدت كثير من إخوة كثير من إخوة يعني صداقة أدب وأخلاق وتربية وسلوك وأترقى منهم أحيان النصيح وهذه النصيح قد أفلتني كثير يعني هذا بصراحة طيب أتحدث عن الصداقة الصداقة الافتراضية التي في مواقع التواصل مثل مثلا في تويتر المواقع التي انتشرت الآن بين الناس وأصبح الأصدقاء يعرفون بعضا بعضا عنها بواسطة هذه الوسائل هل هي جيدة؟ لا عن فيسبوك عن التجربة ونجحة 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 تقريبا قمتوا علاقات طيبة مع أصدقاء يعني الحمد لله يعني ولكن لابد أني توفر الشخص الثاني من خير القراءة والاتصال تعرف هذا الشخص هذا وقمت هذا الشخص من ناحية الكتابة والقراءة والبروفيل مثلا تجد مثلا فيه كرام طيب نعم هي يمكن أن تكون لها إيجابيات ولها سلبيات في نفس الوقت نعم هناك إيجابيات لهذه الصدفة وهناك سلبيات نريد أن نعرف إيجابيات الصدافة الاختراضية على شبكات التحاصل ما هي إيجابيات قلت مثلا ينصح نصحة يعني ينصح بالتعلم يقد يرسلك كتب جيد مثلا تجد قليل كتابة والكلام بكتب أنا مثلا أحب الكلام كثير أكيد أن أجد كثير من أصدقاء يتزمون بقل الكلام بالنصح يعني وجد صداقة بالفعل حتى أنها تحولت إلى حقيقة نراح يعني في بعض الأصدقاء وتجدين صداقة صداقة سلمية لا هواية لهم ولا أسس لهم ولا أخلاق لهم نعم صحيح وما يمكن هي صداقة خيالية يمكن أن عددها خيالية خيالية ليست ثابتة ولكن يريدون تقضى الوقت في في الكلام لا حله بالإعراض نعم في حوارات مع خضاء هذا هذه سبيات ولكن هناك إيجابيات لهذه الصداقة هناك إيجابيات كثيرة إيجابيات إيجابيات أننا يمكن أن نصدق نصدق نعم من الإيجابيات تطبيق اللغات والتسبيد من المعرفة الثقافية وقت تقدم 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 لغات التمثل نعم 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 هو مجلس هذا الذي يذنعنا من عدة أماكن في العالم لكن لدينا هدف واحد ولدينا اهتمام واحد هذا من فوائد للصداقة الإلكترونية وكما يعرف الجميع كل شيء له إيجابيات وسربيات على حسب المستعمل والمستخدم إذا أردت أن تلتقي بأصدقاء الخير وأصدقاء الأصدقاء الطيبين فإنك لابد أن تبحث عنهم في المكان المناسب والله أعلم شكرا الله خير نعم يعني يمكننا أن نتعرف على الأصدقاء قبل أن نصادقهم نتعرف عليهم من صفحاتهم ونصادق الأصدقاء المناسبين ونترك الأصدقاء الذين لا يناسبون نا هذه إيجابية من إيجابيات الصداقة الاحتراضية ومنها أيضا ومنها أيضا أننا لنأخذ وقتا في المجاملات يعني يكفي أن نكتب رسائل للتهنئة والتعزية ولل و لأي المشاركة اجتماعية يعني قد تكلفنا وقتا في الصداقة العادية لا بس أن يكون النصح النصح والإرشاد نعم منها أننا يمكن أن نجد من ينصحنا فعلا على على هذه الوسائل ولكن هناك سلبيات كما لها إيجابيات هناك سلبيات أيضا يمكن أن نتحدث عنها سلبيات هذه العلاقات الافتراضية سلبيات 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 أن تكون هناك كلام ليس له معنى تضيع الوقت فقط ضحيك واللعيب ووضيع الوقت تضيع الوقت نعم ممكن إضاعة الوقت نعم والوقت هو الحياة ليس الوقت كسيف والوقت هو الحياة يعني يعني الثاني مغبوط من الناس الصحة والفراغ يعطي يرزق الله سبحانه بالصحة فليس في ذمنها يعطي ربي الفراغ فليس في ذمنه هي من سلبيات المواقع التواصل إضاعة الوقت نعم ومنها أيضا أنها ليست ليست صداقة ثابتة قد تختفي في أي وقت ولا نعرف كيف يعني نعطي نعم عليكم السلام والله وبركاته أستحضر أسوأ وأخطر نوع من الصداقة الافتراضية وهم الذين يتربصون بالأطفال الذي يظهر بأنه صديق لهم وثم يستدرجهم هذا نوع من أخطر أنواع الصداقة الافتراضية أو التي يجب على الآباء أو أن يحضروا منها صحيح صحيح فيها الخداع وفيها النصب والاحتيال يمكن أن يقع الإنسان ضحية للاحتيال بدافع الصداقة يعني قد يكون فعلا هذه من سلويات الصداقة على مواقع التواصل لأنها شخصيات افتراضية ليست معروفة وليست موثوق فيها نعم صحيح وأيضا بارك الله فيكم هناك أيضا سلبيات لهذه الآ لا تمنى الإنسان كثير نعلم على هذه الصداقات إلا إذا تحقق بذلك برغم الهاتف مثلا بمعامل حسن أولا كأمور هناك أمور تجعل الإنسان يتثبت ويجعل هذه الصداقات كون طيبة وحسنة أما الصداقات التي نسلها معنا لا يجب نظام في الإنسان وختار نعم ليست نعم صداقة ليست مصوبة صداقة ليست مصوبة نعم نعم زي وليو الله يعني الإنسان يعني يكون فيها نعم للمجملة والخطاء عين ينبغ الإنسان في عالم صداقة أحي إن مصوبة مساوية عربة مساوية نعم نعم أنها تعزز فرص إلى الإنترميس وتخلقي عن صداقة الحقيقية يعني 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 نعم نعم زي 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 حتى الأقفال كلهم يدني بجهاز يقارب فيه و يعني يعني قريبا ينفطع عن العالم حوله أصبح مدمنا لهذا البهاز ولا يبحث عن الأشخاص الحقيقيين في العالم الحقيقي وإنما يعيش في هذا العالم الافتراضي وهذا ليس شيئا نعم نعم أيضا يعني أن صحيح وأن يحضر الإنسان من هذه المسيرة إن تجد كل العالم يدخل هذا فيسبوك وتويتر وغيره وكثير من الناس لا ينسيهم حياة فلابد من الحذر كل الحذر إلا إذا تأكد للشخص بأن هذا الشخص صاحب علم وصحب ثقافة وصحب إخلاق ويجرب ميران واتكرار وإذا نفس الكلام لأن الإنسان كل ما يتكلم سيخطئ لا شك سيخطئ وسيقول كلام لم يقل من قبل نعم يعني لابد من خلال سطور ومن خلال الكتابة ليس لي يصل إلى حق كثيرة طيب أستاذ أبراكر الصوت الواضح يعني هل عيني أنا فقط أصبح صوتك مقطعا ولا أسمع لا أسمع هل صوتي أيضا كذلك العدل الصوت أحيانا 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 قلت إن الإنسان لابد نتأكد من الشخص الذي يتواصل معه من خلال كلام يكون مرة يكرر الكلام أو يكتب من خلال السطور سيتأكد من هذا الشخص أنه أحزان أظن أنه مهما كتب ومهما قال لن نستطيع أن نتأكد منه إلا إذا كنا نعرف معرفة شخصية يعني هذا ما هذا صعب حتى حتى في الحقيقة حتى النس حقيقيين يعني النس حقيقيين القليلة القليلة تصدق معك الكثير حتى بالإخوة حتى بالإخوة ليس باللزيق بالإخوة ليس هناك صدق يعني هذا هذا في حقيقة أنا أوجد أن الفساد الذي عم المجتمع نعم صحيح نعم حتى الزقال يعني الجار والآخ والصديق وكذا لا نجد الصدق لا نجد فيهم صدق إذا أضعته مالا أو أضعته سكن أو سيارة وكذا ستجد معاملة أكسية تماما نعم صحيح إذا الشركات الأواصل أو صفات الكرارية لها ما لها وعليها نعلم فيها المنفعة وفيها أيضا الضرر ويمتغي علينا أن نحضر في تعاملنا مع الأصدقاء على هذه الوسائل لأنهم ليسوا أصدقاء دائمين وليسوا يعني موضوعين مئة بالمجتمع طيب هذا بالنسبة للعلاقات الافتراضية على الشبهات التواصل نريد أن نذكر مواقف للأصدقاء يعني من صادف موقفا لا ينساه من أصدقائه يعني سواء موقفا ديبا أو موقفا جعله مواقف لا ينسى من الأصدقاء موقفا التي يمكن أن لا ننساها تؤثر علينا من حدثت من الأصدقاء و من سيتكلم هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر